السلام عليكم باختصار مفيد لانه اساسا المقطع طويل وما بيحمل اي مقدمات ولا حتى النهايات متل ما انتم شايفين الموضوع بالعنوان طريقة تجميع الفي سي من الالف للياء بطريقة جدا سهلة وبسيطة ومن دون اي تأخير خلونا نبتدي اول شي مع اللوحة الام بغض النظر عن حجمها ونوعها التركيب وجمع القطاع هيكون واحد على الكل يفضل تكون اللوحة على كرتونتها وقت التركيب حتى ما تنتقل شحنات كهربائية وتسبب اضرار اول خطوة حتكون فتح مقبس او حديدة المعالج للاخر والمعالج اللي معنا اليوم من اي ام دي نفس الطريقة حتكون كمان لمعالجات انتر مننتبه يا شباب للبنات على المعالج لانه كتير حساسين منحول منلمس الظهر لان الزيوت اللي على الاصبة بتأثر على تنقر الحرارة مع المبرد المعالج بيتمسك من الاطراف بس وعلى زاوية المعالج فيه مسلس صغير من الجهتان منطابه مع اخول اللي موجود باللوحة ومندون اي ضغط نهائيا منركب المعالج مكانه بهزي بسيطة بس عشان نتأكد انه هو ثابت ومننتقل هلأ للرامات يلي انا هركمن قبل المبرد حتى ما تكون المساحة محشورة او حتى ما تكون المساحة ضيئة خاصة اذا حجم المبرد كان كبير شوي هلأ اذا اللوحة باربع مداخل رامات وعندك حبتين بس بتستخدم سلوت رقم اثنين ورقم اربعة اذا عندك حب بوحد بس بتستخدم سلوت رقم اثنين او المدخل رقم اثنين نفتح الاقفال اللي على اطراف مدخل الرام ممكن يكون فيه بس من فوق اقفال وفيه كمان لوحات بكون فيها اقفال من فوق ومن تحت الرامات مقسومة لأثمان وفيه من نص مت الفراغ صغير بقابله كمان باللوحة القطع اللي حيركب فيه هيدا الفراغ من ايس الحجم حتى يكونوا متساوين على بعض ومندخل الرام ومنضغط عليها بعقلانية لتسمع الصوت كليك من الجهتين فوق وتحت تتأكد انه القفل تسكر ترجع بتعيد هيدا العملية على باقي الرامات وموضوعة جدا سهل وبسيط دايما خلي دليل مستخدم اللوحة جنبك بس عشان تتأكد انت من المعلومات او تتأكد انه ممكن معلومات اللوحة تختلف من واحدة للتانية بالنسبة للمبرد لو حتركب من شركات ياني وفضل انك انت تراجع دارين المستخدمين اللي حيجي مع المبرد لانه بيختلف على حسب الانواع اما اذا متركب تبريد الشركة غالبا بكون عليه المعجون الحراري لوحة بتغيره عادة بس بشكل عام نوعيته بتكون كويسة انا حاليا التبريد اللي عنده مستخدم من قبل ولازم اضيف عليه المعجون الحراري بكمية بسيطة بالنص بس يعني تقريبا فيك تولقة تحبة العدسة وبركب المبرد وبشد على شكل اكس حتى تتمدد المعجون الحراري بشكل متساوي على سطح المعالج ونركب كيبر المروحة مباشرة باللوحة الام من بنات السي بي وفان احيانا بكون ثلاثة او اربع بنات على حسب نوعية المبرد اللي عندك فهيك منكون خلصنا شغل خارج الكيس ولازم نبتدي بتجميع القطع بالكيس واول شي حنبتدي فيه وهو الاي او شلد حديدة اللوحة الام يلا بتركب بالظهر صراحة التركيبة مزعجة شوية صغيرة خاصة مع الكيسات الرخيصة ما بتكون الفتحة متساوي بالحجم يعني انت تحايل عليها شوية صغيرة بس بالاخير بيمشي الحال ومنوصل لمرحل تركيب اللوحة بالكيس تأكد قبل انه اماكن البراغة متساوي مع الفتحات الموجودة باللوحة وبالطف منركب اللوحة بشكل ميل ومنتأكد انه كل مداخر اللوحة من وراء ركبت مكانها صاحب الاي او شلد ومنركب البراغة فيك تركب اربع لست براغة يعني على حسب انا مشارة معطولي انا بركبهم كل هياتهم بتشد البراغة بس ما كتير لانه ممكن تنكسر اللوحة يعني خليك عقلاني مثل ما قلتلك انت وعمالة تشد البراغة كلهم كل القطعم انا محتاجة قوة بشد البراغة اول ما تلاقي البراغة شوية صغيرة قسة بطل عمالة يشد بتتوقف وما بتزاور علي نهائيا طيب هلأ يا شباب في اشخاص بحبوا يركبوا كرت الشاشة بهذه المرحلة بس انا افضل ان اوصل كابلات الكيس على اللوحة لانه ستصير المنطقة كثير ضيئة خاصة اذا كانت الكيس صغيرة ومزعجة للتركيب فمننقل الوصلات منها قرب فتحة بالكيس على كعب اللوحة وبالرغم انه كل الكابلات نفس بعض ونفس ركوب بكل اللوحات بس يستحسر انك انت تخلي دليل المستخدم اللمع اللوحة جنبك كل شي سيكون موضح عليها حتى كامل بالرسومات ستكون الموضوع اسهل عليك بكثير اول كابل سيكون لاليو اس بي 3 بطريقة صحيحة نفس الموضوع لكيبر اليو اس بي 2.0 ستلاقي في بن ناقص ونركب الا بشكل واحد وباللوحة ستلاقي مدخل مكتوب علي يو اس بي ونقص كمان بن واحد بتوازيهن على بعض وتركبهن طريقته جدا سهل وبسيطة يعني ما بده ما بدهشي بس تطلع انت مكان اليو اس بي باللوحة وتطلع على الكيبر الموجود بايدك خلي الاثنين بن ناقصين يكونوا على بعض وركبها وصلت الصوت نفس الشي بس البن الناقص هيكون بمكان مختلف حتى ما يكون نفس ركوب مع اليو اس بي وحتى انت ما تضيع فيهن انتوا عملة تركبها هتلاقي نفس البن الناقص باللوحة وبتركبه بالشكل الصحيح كمان لهان الموضوع بسيط وسهل وما في اي مشاكل بس هلأ فيه شوية صعوبة وضروري انك ترجع لدليل المستخدم والتركيب كابلات التشغيل والريستارت معظم الاحيان هتكون خريطة التركيب مرسومة على اللوحة انت بس اتباعها كل وصل مكتوب عليها شو هي بس اتأكد من الوصلات المحدد عليها اشارة الموجب والسلبة حتى يركبوه الصح وما يصير في عندك اي تضارب بالاسلاك بين الموجب والسلبة وتصير تسبب مشاكل هدول بس تطلع انت على الرسم الموجود على اللوحة ركب كل واحد مكانه متل ما مكتوبيا هنه نفس الكلمات او نفس الاحرف هتلاقيهم موجودين HDD LED او حتى الريستارت او حتى الpower كلهم يكونوا مواضحين ركبوهم مكانهم مباشرة باللوحة الام لهون انت حتكون خلصت تقريبا 85% من الشغل الشغل الصعب كلها يتخلص بقى الامور البسيطة تتأكد ان ان قفل كارت الشاشة مفتوح واذا عندك مدخلين باللوحة الام لكارت الشاشة دايما بتركب على المدخر الاول من فوق وبتفك من الكيس المكان اللي حيركب فيه اسلاك الHDMI او الديس بلاي بورت وبالكيسات الغالية غالبا بتكون ببراغي وبالكيسات الرخيصة بتكون متهدية بس على الحام الصغير وبينكسر بالايد يعني ما بده كتير قوة او ضغط وبتركب كارت الشاشة مع ضغطة بسيطة بس لتسمع صوت كليك ويتسكر القفل وبتركب البرغة حتى يتثبت محله خاصة اذا كان حجم الكارت ضخم ما توقف الكيس لحتالي تركبه لهيدا البرغة واذا كان في عندك شريح التخزين الام بوينتو بتركبه هلا وبتعدل مكان البرغة على حجم الشريحة وبتلاقي البرغة المناسب بسندوق اللوحة دور عليه لأنه هو حجمه كتير صغير يعني هذا ما حتلاقيه موجود لا مع الام بوينتو ولا حتى مع الكيس هذا بيكون موجود بسندوق اللوحة باس هلا بيجي وقت البرغة لتقريبا قبل اخر مرحلة عادي بتركبه بمحله على حسب الكيس اللي عندك اهم شغل انك انت تخلي المروحة لتحت وتخلي الوجه الام بلست لفوق وبتشد البراغة شوي شوي وإذا البرغة المتعج تركب الاسلاك اللي لازم قبل يعني البرغة المتعج تكون الكابلات منفصلين عن قطعة البرغة المتعج وإذا مثل اللي عندي مباشرة بتركبه بتبلش تدخل كل سلك على الفتحة القريبة من مكانة باللوحة الام يعني كابل 24 بن لتسويد اللوحة الام بالطاقة بيكون بيطلع من الفتح اللي هي موجود من النص على اللوحة الام مباشرة وبعدها كابل كارت الشاشي اللي بيكون وصلتان 8 ب8 غالبا هتلاقي مكتوب عليها كلمة PCIA بتطلع من كعب اللوحة من تحت أو من كعب الكيس من تحت لا يوصل على كعب اللوحة وآخر شي كابل CPU كمان هتلاقي مكتوب عليها كلمة CPU وبيطلع كمان من الكيس من فوق مباشرة على اللوحة من فوق لأنه الباور للسي بيكون موجود من فوق طريقة التركيب واحدة وما فيها غلط نهائيا بكابل CPU هتلاقي قطعة بلاستيك صغيرة بقابلها القفل تاعة بالمدخل باللوحة الام بتطبع على بعض وبتركبها والموضوع جدا سهل وبسيط أساسا ما بيركب بالعكس يا صح أو ما بيركب نهائيا كابل 24 بن للوحة نفس الموضوع طابع الأربع بنات مع العشرين اللي احتل يصيرهم متوازيين على خط مستقيم ووازل قطعة البلاستيك مع القفل بالمدخل وركبها شوي شوي بدها ضغطها صغيرة شوي خاصة الأربع وعشرين بن ما تعمل مثل ما أنا عمالي بعمل هلأ وتتعانف على اللوحة أحسن ما تنكسر معك وكابل كارت الشاشي كمان نفس الموضوع بطريقة التركيب بس بتوازي هدر القفول على بعض وبتركبها هلأ هيدولي الاثنين أو الوصلتين الاثماني بن نفس بعض فيك تستعمل اللي بدك إيها إذا كارتك قديم تستعمل واحد بس أما إذا عندك انت كارت جديد بيحتاج اثنين اثماني بن يعني 16 بتركب الوصلتين مع بعض بس انتبه أنه من بعد ما تخلص إذا الكيس عندك صغير مثل اللي شايفين أنا هلأ عندي المساحة تحت كتير مضغوطة فبقايا الكيبل إذا استعملت انت كيبل واحد بس بسير بيضربوا من المراوح زبطهم بطريقة تكون بعيدة شوية على المراوح وتكون متناسبة وتكونوا مرتب شوية صغير الأسلاك بالنسبة للمراوح فيه نوعان الأول بكون رخيص شوية مع كنترول الخارجي ما محتاج ان هو يتوصل على اللوحة الأول مباشرة بس طائم من الباور سبلاي أما النوع الثاني بيجي بكيبل 3 أو 4 بين بتوصله من سيبيو فان في عندك سيبيو فان واحد اثنين ثلاثة المهم غير اللي ركبت عليه انت المراوحة أو المبرد الخاص بالمعالج واذا كانت المراوحة RGB بتوصلها بمدخل الخمسة فولت ثلاثة بين باللوحة أو مدخل 12 فولت أربعة بين كمان من اللوحة الأوم هلا أنا عندي لأنه المراوحة ثلاثة بين واللوحة الأوم أربعة بين فمش حيركبها بعض هستعمل أنا المراوحة بدون إضاءة RGB آخر شي بدنا نركبه هلا هو كروت التخزين الـ HDD والـ SSD نفس التوصيلات هذولة اللي انتو شايفينه هتلاقوهم موجودين بصندوق اللوحة الأوم هتلاقي مننا غالباً اثنين كابل من هذول بصندوق اللوحة بتوصلهم باللوحة وبمدخل الساتا وفي شكل حرف الأل اذا بتطلع انت بالكابل من جوه اذا كان من البورت باللوحة الأوم أو حتى الكابل نفسه بتوزين على بعض و بتركبه هو أو بيركب معك بطريقة صحيحة أو ما بيركب نهائياً افضل انك انت ما تضغط عليه كثيراً وطريقة تركيبه كثيراً سهلة وإذا ضغطت عليها ستصير تنكسر البورت نفسه من اللوحة الأوم ما بعد ما تخلص التركيب كابل الساتا بتطلع ان على ظهر اللوحة الأوم إذا كنت انت مخلق كروتة التخزين بالظهر أما إذا كانوا من قدام بس بتظهرهم وبتعاملهم للفة بسيطة عشان الكابل منجمينت وما يكون شكلهم كثيراً مخبص بقلب الكيس نفسه بتطلع انوا بتفوتهم بطريقة انك انت تتخلي كل شيء في زوايد من ميلة ورا مع الأسلاك وهلأ توصيناً على الـ SSD والـ HDD نفس الموضوع وأول الكابل متل آخره يعني طريقة التركيب نفسها بالـ SSD والـ HDD فيه شكل الـ L اللي قلتلكم عنه بقلب الكابل الساتا بتطعبه مع الفتحة وبتركب شوي شوي وبتدور بين كابلات الـ Power Supply على وصل إضعيفة مثل اللي شايفين قدامكم هلأ بالظبط حتلاقيه كمان من جوه على نفس حرف الـ L بس أعرض شوي صغيراً بتركبها مكانها والموضوع عندك هيك خلص يعني خلصت أنت توصيلت على الكهرباء على الطاقة وتوصيلت على اللوحة الـ نفس الموضوع بالضبط اللي عملته أنت على الـ SSD بتعمله على الـ HDD لا بيختلفوا شيء نهائياً بالنسبة صراحة للترتيب أنا لقيته ماضي على الوقت ما بدك مين يعلمك لأنه كل واحد قلو طريقته بتركيب الـ SSD والـ HDD أو حتى ترتيبهم فيه كيسات بيكون فيها لأماكن محددة فأنا ما بدي ضيع لك وقتك بهذا الموضوع شوف أنت كيف تركبها هذه عملية ترتيبية يعني ما بتأثر نهائياً هناك أكثر منهم أساسها مثل ما هنهائكي وتسكر عليه وانتهى الموضوع وهيكا بتكون خلصة التجمية حاول أنك أنت ترتب الأسلاك إذا بتقدر إذا ما فيك عادي بسيطة يعني مثل ما بتعمل بسنتة السفر أتعاز على الكيس بإجراء سكر الغطى من فوق وبكون هيكا انتهى الموضوع نهائياً يعني الموضوع منه أزم هيدا الكيبل مانجمنت على حسب الكيس اللي عندك إذا بيسمح لك ولا لا إذا فيه مجال أنك أنت تعمل هذا الشي من بعد أوصل الكيبل الطاقة بالباور سبلاي شغل الكهرباء وسمى بالله ودور وإذا ما اشتغل معك الكمبيوتر فيه احتماليات بسيطة أنه ما يشتغير تأكد أنك أنت تكون مركب الرامات بشكل صح تكون طلع صوت الكليك تبعاً أهم شغلة كمان أنك تتأكد من كيبل اللوحة الأوم اللي هن الـ 24 فن وكيبل السي بيو اللي هو 8 بان لأنه هن الوحيدين اللي ممكن ما يشغلوا الجهاز نهائياً غير هكي الجهاز حتلاقي دار أموره كله تمام بس ما حيعمل بوت أكيد دار اللي حتلا تنزل على الويندوز ممكن الرامات يكون فيها مشاكل ممكن الرامات يكون فيها غلط الرامات الوحيدة اللي هي ممكن تكون راكبة غلط ما تشغل الكمبيوتر إذا اشتغل الكمبيوتر وأموره كله تمام بس أعطاك شاشة سوداء اتأكد معناتك أنت من كارت الشاشة إذا مركبه مظبوط إذا داير المراوحة عمارة لاف إذا موصل كابلات 8 بان للكارت الشاشة تكون كل الأمورة مظبوطة هكي أنت بتكون تأكدت من كل شيء أنه راكب صح بتكون مأكد أن الويندوز نزل مظبوط ووضعك هكي كله يتو بيكون بالسليم طيب والنهاية شباب نفس طريقة التركيب بالزبط هتكون لمعالجات انتل ما تخلي المحلات يسلخوك ب400 أو 300 ريال للتركيب لأنه صراحة الموضوع ما فيه غلط نهائيا انت ركز بس شوي صغيرة ولو ما عندك معلومات ولا حتى عندك لغة انجليزية عشان تقرى فيها دريل المستخدم عادي شغل المقطع هيدا أو شغل أي مقطع لأي يوتيوبر خليه جنبك فتح دريل المستخدم اتطلع بس على الصور هذا الشي بيكون كاف ووافد هذا كان كل شي لليوم بتمنى أنك تشترك بالقناة إذا استفدت من المقطع تفعل زر الجرس لو يوصل لك إشعارات بالمقاطع الجديدة تعطينا اللايك عشان يوصل الفيديو لأكبر عدد من المشاهدات لهون صار فينا أقول لكم أنه خلصة حلقة اليوم شوفكم إذا أراد بالحلقة الجاي والسلام عليكم اشتركوا في القناة